قالوني بس هروح لك على حاجة بقى مهمة جدا لانه العيل بتاعت الاخوان دول عيال لا تكفى ابدا عن النعيق والله العظيم وحالة مأسوية بس الاكثر من هذه الحالة المأسوية مأساة وبؤسا هو انه الناس تتناول ده وتاخده وتتنقله وتعتبر بانه هذا هو الواقع فالاخوان يعودوا يقول لك اللي حصل في مسجد المراغي والاخوان أسف الاوقاف منعت التهجد في المساجد لك الله يا مصر وجو غربان قوي طب هو ما حصلش انه تم وقف بالمناسبة التهجد في اي مسجد بما فيها مسجد المراغي وبالمناسبة مسجد المراغي كان مفترض فيه انه هيبقى فيه الشيخ المعين من قبل وزارة الاوقاف او الامام يعني هو اللي هيقوم بالصلاة وتعذر على هذا الرجل القيام والامامة فتطوع احد المصلين بهذا الموضوع بطبيعة الحال تبقى للوايح والقواعد والنظم والقوانين مش من حق احد يعتالي الممبر ولا يقوم بالصلاة الا الامام المعين من الوزارة وحنا بنقول الكلام ده جديد لا الكلام ده بقى له دلوقتي سنين وبالمناسبة طالما طالبنا بذلك وقلنا مش عاوزين اي حد يعتلي منابر ولا اي حد معادي قرر انه هو يا ام المصلين الى اخره نل نترك الامور للعاطل والباطل كما كان يحدث في السابق ده بمنطقة البساطة ماشي الكلام طيب وبالتالي فهتلاقي انه البيانة اللي نقولك بس كده الحدوطة باختصار وبالتالي وزادة الاوقاف بسبب هذا الهجوم الشرس مش من الاخوان من الناس اللي بتتبنى هذا الحديث يعني انت تشوف الحاجة على السوشيال ميديا تقرر انها صح زي ما يطلع كتبها زيد كبيتها كتبها يا عبيد كتبها وضع بيط كتبها ود متآمر الى اخره انت عادي بتتنقل الخبر وبتعتبر انه صح واحيانا بقى انت كمان بتسخن ما انت بتغير على لديناك برده بقى فتقولك لا ازاي ده مش بس كده ده هتلاقي الاخوان يروح عاملك ايه بقى اللازم يروح ضرب الحطة الطقفية انظروا الى الكنائس وكايفية امتلاقيها بالمصلين في عيد القيامة وانظروا الى المساجد الخاوية ايه بقى هو مين اللي هيحط الكنيسة والمسجد في جملة واحدة تحمل تباعدا طائفيا الا الاخوان مش حد تاني اي متطرف يعني الاخوان واللي شبهوا الاخوان واللي خرج من عبيته طيب اصدرت او اصدر القطاع الديني تحديدا في الوزارة بيان بشأن هذا المسجد مسجد المراغي البيان بيقول نصا يؤكد القطاع الديني بوزارة الاوقاف ان الوزارة حريصة كل الحرص على اقامة صلاة التراويح بكل اريحية وهدوء للمصلين في ظل الاجواء الايمانية للشهر الكريم وانها لم ولن تتخذ اي اجراء بشأن قطع الصلاة على احد ولم يصدر عن اي من قيادتها على اي مستوى خد بالك ولا قيادة على اي مستوى اي توجيه بذلك وفي حالة حدوث اي تجاوز يكون دور المفتش مجرد رصد التجاوز دون اي تدخل او اجراء منه تجاه المسجد وبتقوم المديرية المختصة بدراسة الامر ومعالجته بمعرفته وان ما حدث في مسجد المراغي فحلوان هو ملاحظة مدير المديرية قيام شخص غير مصرح له بالامامة من المديرية فاستدعى مدير الادارة للوقوف على الامر ومعرفة سبب غيام امام المسجد في هذا اليوم ولاحظ احد الناس كل ده البيان ممن لا علاقة لهم بالاوقاف ذلك فقام بتوجيه حديثه للامام الذي كان يصلي بسرعة انهاء صلاته خوفا من ان يتعرض المسجد للغلق لانه اللي بيقوم مش من الوزارة فالناس خافت فقام الدكتور خالد صلاح بالاسمه مدير مديرية اوقاف القاهرة بالتدخل المباشر وبيأكد انه احدا لم يأمر على الاطلاق لا بإنهاء الصلاة لا بإنهاء الصلاة ولا بقطعه وان المسجد مفتوح وهيظل مفتوح بإذن الله تعالى وتقدم للقبلة بنفسه وقتم صلاة الترويح إماما ولغوا الصلاة لغوا ايه يا عم وتم إحالة إمام المسجد المتغيب للتحقيق وتم إحالة مدير الإدارة للتحقيق في سبب سماحه لشخص غير مصرح ليه من الأوقاف بإمامة الناس طبيعي ده اللايحة ده القانون اللي هنمشي عليه واللي هيمشي على الكل طيب بتأكد الوزارة كمان في بيانها على تعليماتها لجميع المفتشين بإنه دورهم فقط هو الرصد رصد أي مخالفة دون الاحتكاك بالناس أو حتى العاملين بالمسجد في أوقات أداء الشعائر وإنما يرفعون تقاريرهم بأي تجاوز لمدير الإدارة التابعين لي لإعمال شؤونه في معالجة أي مخالفة بالطرق الدعوية والقانونية معا